نحن ما زلنا بحاجة إلى حل الدولتين جملة لطالما رددتها الإدارة الأمريكية المتعاقبة ليختلف بايدن هنا عن أسلافه من الرؤساء الأمريكيين في تأكيد حيازه الواضح لإسرائيل حل الدولتين الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي ليزلوا ضببيا في المفهوم والشكل فإدارة بايدن لم تحسم أمرها بشأن صفقة القرن فيما تطرح تساؤلات حول موقفها من توسع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية التي وصفتها الخارجية الأمريكية بالمحتلة ورأى هذه الضببية تغييرات واضحة داخل الحزب الديمقراطي الحاكم بشأن ما تسميه واشنطن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الخبير في استطلاعات الرأي جون زببي يتحدث عن تحول جذري ومزلزل في أنماط التفاعل داخل الحزب الديمقراطي مع إسرائيل مشيرا إلى أن بايدن يعبر عن وجهات نظر تقليدية في وقت يزداد فيه تعاطف الأجيال الأصغر سنا داخل الحزب الديمقراطي مع الفلسطينيين بحسب محللين أمريكيين فإن التنوع داخل الحزب الديمقراطي يفرض التحول في سياساته فيما يخص القضية الفلسطينية وقضايا الشرق الأوسط أعضاء الكونغرس السيدات الليبراليات كالفلسطينية الأمريكية رشيدة طليب وإلهان عمر النائبة عن ولاية بنيسوتا وأليكزاندريا كورتاز النائبة عن ولاية نيويورك يصنفنا إسرائيل كمعتدن فيما لا ننسى موقف الديمقراطي الاشتراكي بيرني ساندرز الذي شبه قضية الفلسطينيين بحركة حياة السود مهمة في أمريكا مسؤولون أمريكيون قالوا في سياق هذا التغيير إن بايدن أخبر نتنياهو خلال التصعيد الأخير أن الديناميكيات السياسية تتغير في الكونغرس ضد إسرائيل حتى بين أعضاء من المؤيدين المبدئيين لها وهو كلام يصب فيما كشفه استطلاع رأي أجرته مجموعة ذاترافلغر قبل أيام عن أن 38% من الديمقراطيين يحملون إسرائيل مسؤولية التصعيد الحالي مقابل 15.5% يلومون حركة حماس ما يظهر تأثير تيار الشاب التقدمي بين الديمقراطيين في مواقف الحزب وأجندته